مشاهدين للحديث أكثر عن التسقيط المبكر ينضم معنا مباشرة رئيس مجموعة النبا للدراسات الأستاذ هاشم الكندي سيد هاشم أهلا بك معنا في نشرتنا الرئيسة ونشكرك على قبول دعوة الحوار بداية من محاولات التسقيط حيث باشرت جهات سياسية بنشر الدباب الإلكتروني كيف ترى ذلك وما تأثيره على المواطن بسم الله الرحمن الرحيم تحيي لكم ولمشاهديكم لعل مسألة الترويج كواحدة من أدوات الإعلام والتعريف بالنسبة لأحزاب الشخصيات السياسية هو أمر مقبول ومطلوب وهو معتمد من الجميع ولكن للأسف البعض أصبح ينتهج سلوبا يبتعد عن شرف الخصومة والتنافس السياسي بالذهاب إلى التسقيط من خلال ليس الجيوش الإعلامية وإنما من خلال ما اصطلحتم عليه وهو ما متداول بالذباب الإلكتروني الذي هو يزعج ويضر أحيانا واعتماده بشكل كبير للأسف في الفترة الأخيرة جرى بشكل واسع ولعل محافظات معينة شهدت هذا الأمر بشكل كبير ودعني أتحدث بصراحة لربما يلتلمس أهلنا في الأنبار هذا الأمر بشكل كبير جدا الشخصيات المفلسة تستغل نفوذ وتستغل حتى الأموال التي حصلت عليها من السلطة لبث هذا الذباب الإلكتروني الذي هو بالنتيجة يخرج المنافسة السياسية من مساراتها الحقيقية التي لا بد أن تكون مسارات خدمة من يستطيع أن يقدم خدمة ومن يستطيع أن يخدم أهله ومحافظته يكون هو المقدم لكن للأسف هذا الحال شاهدناها أن من يفلس ومن يفشل ومن يفتضح الاحتبار البعض كان يروج ويطلق وعود وعندما وصل إلى موقع مسؤولية يفتضح بأنه لا يسعى إلى خدمة فئة أو خدمة جهة أو حتى خدمة مكون أو حتى إلى الخدمة الوطنية بقدر ما يخدم نفسه ولهذا لجأ بعد أن افتضح واتضح مساره وسلوكياته وحتى بعد أن لم ينفع حتى أنه يروج لشخصه لأنه حتى الأكاذيب افتضحت اعتمد إسلوب إلى مهاجمة الآخرين بالتسقيط وبالافتراب حتى بالبهتان وهذا الأمر أيضا هو مشخص ولكنه قد يزعج وأيضا قد يؤثر وبالتالي هذه المسارات وهذه السلوكيات هي تؤثر على الأصل العمل السياسي والعملية السياسية والديمقراطية وأيضا تؤثر حتى على خدمة أبناء المحافظات نتذكر كيف البعض في السنوات السابقة كان يحارب من يريد أن ينتهج العمل السياسي وأضروا بمحافظاتهم وأضروا بأهلهم وبناسهم عندما ضعف التمثيل السياسي بل أنهم جعلوا فقط مجموعة معينة تذهب إلى العمل السياسي وبالتالي خدمت نفسها ولم تخدم الناس اليوم لا بد أن تكون الفرصة متاحة لمن يريد أن يخدم حقيقة وأيضا يريد أن يخدم بمنطلق التعاون والتكامل بين أبناء الوطن وليس التفرد وليس من يسعى إلى أن يؤسس ديكتاتوريات بعنوان الديمقراطية والمشاركة السياسية من خلال استغلال السلطة أموال السلطة وأيضا احتماد الأدوات غير النظيفة بالتعامل والتعريف ومنها الذباب الإلكتوري أستاذ هاشم أجدد الترحيبك وأشكرك وأثمن قبولك دعوة الحوار عبر دجلة اليوم لماذا قبل أي انتخابات تتج هذه الجهات التي وصفناها ووصفتها أنت أيضا بالمفلسة إلى هكذا حملات وتسقيط للآخر بدلا من أن يلجأون إلى برامج ربما وخطط لماذا لا يكونون أبكى من ذلك يعني المواصل بالنهاية تهمه الخدمات لا يهمه أن تلقى ربما السهم جزافا على الآخرين أو مرشحين آخرين أولا لأنهم لم يبقى لهم إلا هذا الشيء للأسف وإن كانوا مرفوضا على مستوى التروحات والمفاهيم لربما الجميع يقول بشعارات ومفاهيم الخدمة ولكن عندما تصد الأمور إلى المصاديق إلى التطبيق بعد أن يصل شخص أو جهة إلى موقع المسؤولية هنا يكون الاختبار الحقيقي وهنا يكون المصداق الحقيقي عندما يفشل في هذا الأمر أو عندما يكون كل جهده وكل ما يسعى له هو للمجد الشخصي لأن العنوان الوظيفي السعي في العمل السياسي لا بد أن يكون لخدمة الناس وليس خدمة الشخص وعندما ينتهج البعض خدمة نفسه أولا فهذه تكون مشكلة وعندما يفتضح عندما يؤدي أداءا بالمناسبة البعض ذهب باستغلال المنصب ليصنع ملكية شخصية على حسابه وفيه خلال العمل الديمقراطي هو يريد أن يضيف على نفسه هاله ويريد أن يحصن نفسه فبعد أن يكشف بكل شيء ماذا يفعل ولا يستطيع عرفه الناس وكشفه جيدا كان مثال قلق ويكون أيضا مثال استفزاز ومثال حالة عدم استقرار في مجتمعات التي دفعته ودعمته فبالتالي ماذا يفعل لا يستطيع وكشفه وبالتالي يذهب إلى من يكون له ويعرف بأنه سيكون منافسا وندا فيما يسعى له وفيه ثقة الناس به ولهذا يحاول أن يسقط بالعمل السياسي الخصومة موجودة ومقبولة لكن على أن تكون الخصومة بشرف هذا هو الأساس أنه نعمل نختلف لدينا وجهة نظر متعددة ولكن أدوات الخلاف لا بد أن تكون أدوات سليمة وأن لا يستعمل التسقيط أن يكون الخلاف شريفا والاختلاف أيضا بعيدا عن التسقيط نعم سيد هاشم ما الخشية من التغيير والإصلاح اليوم خاصة هناك جهات تحاول منع ذلك وأيضا سؤال آخر هل المحافظات أصبحت اليوم حكرا لأحد على حساب إرادة أهلها أفهم لو تفضلتم بإعادة نعم سأعيد السؤال مرة أخرى سألتك سيد هاشم ما الخشية من التغيير والإصلاح خاصة أن هناك جهات تحاول منع ذلك والسؤال آخر هو هل المحافظات أصبحت اليوم حكرا لأحد على حساب إرادة أهلها أنا أتحدث عن موعد مرتقب لانتخابات مجالس المحافظات والجميع يدرك أهمية انتخاب مجالس المحافظات البعض يريد أن يهيمن ويعيد السيطرة من خلال النفوذ السياسي من خلال الأموال رغم أنه مرفوض وأيضا هو يستقتل البقاء في المنصب رغم أنه مرفوض ومكشوف كما قلت المسألة التغييرات طبيعية الجميل في مجالس المحافظات أن الانتخاب يكون بناء على معرفة الناس وعلى تسكيتهم للشخص من خلال أمرين من خلال سيرته وما يعرفونه من تاريخه على اعتبار أن المحافظة محدودة بالعمل وأيضا من خلال التجربة ومن خلال تسلم موقع أو منصب وما حقق من خلاله البعض الذي كشف كما أعود هذه العبارة الذي خسر في المصداق وليس في المفاهيم في المصاديق خسر في أن يكون جيدا ومتعاولا وخادما لشعبه ولأبناء محافظته أو لناسه وأهله فبالتالي هذا الآن ليس له أي معالجات ولا يذهب حتى إلى الاعترار بل يذهب إلى استغلال الأموال التي هي بالأساس أموال غير مشرعية وغير مشرعنة وغير قانونية من استغلال السلطة إلى انتهاج أيضا أساليب غير قانونية وإن كانت مخفية ومنها التسقيط والارتزاز ولربما حتى الأمور الكيدية في سبيل تسقيط المنافسين في محاولة أنه يخلي الساحة له ولكن هذه مهما تكون تبقى محدودة وأيضا تفشل في كثير من الأحيان ولكنها تعطي أجواء غير إيجابية وتشوش على الناس وأيضا تؤثر عليهم بالإزعاج قبل أن يكون مفردة الذباب هي تعبير دقيق جدا الذباب قد يكون لا يؤذي مباشرة ولكنه يزعج كثيرا إزعاج أكثر من أديته وهذا ما يكون نريد أن نتقي بعمليتنا الديمقراطية بخرياتنا في الاختيار وأيضا في أن نعكس رأي الناس ورغباتهم بواقع إيصال المسؤولين إلى مواقع المسؤولية هذا هو الأساس الذي لا بد أن يكون بعيدا عن المناكفات وبعيدا عن الخصومات غير الشريفة وبعيدا عن استغلال المناصب واستغلال الأموال العامة والصفقات في تحريك الذباب الأليكتروني من خلال ما يسمى الجيوش الأليكتروني نعم وضحت الفكرة رئيس مجموعة النبأ لدراسات سيد هاشم الكندي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة